في خطوة لتوثيق وسائل الإعلام من المرئية والمسموعة خلال خمسة وخمسين عاماً هذا هو مضمون جلسة توقيع الطبعة الثالثة من الإعلام المرئي والمسموع في محافظة النينوى والتي أقيمت في أربيل للكاتب نصار أحمد النعيمي هذا الكتاب يحكي حقبة الإعلام عبر خمسة وخمسين عام من عمر الإعلام في محافظة النينوى عندما بدأ بمحطة تلفزيون الموصل عام 1968 واستمر حتى يومنا هذا هذا الكتاب وثق سيرة الإعلام والإعلاميين الكثير من الإعلاميين القدماء الذين توفاهم الله لم يتطرق أو لم يذكرهم المؤلفين آخرين في مجالات التاريخ وغيره حيث استطاع الكاتب أن يوثق سيرة وسائل الإعلام في ستينيات القرن الماضي وكيف تأسست في نينوى والعاملين الذين كانوا يعملون بتلك الأجهزة القديمة في ذلك الزمن تمتعت بأنني كنت قد قرأت وتصفحت الكتاب الذي أصدره الأخ الإعلامي المحترم وصديقي منذ عقود من السنوات نصار أحمد النعيمي وكان كتابا جادا وهادفا ومدونا توثيقيا يعني وثيقة توثيقية تدوينية بحق وحقيق تحدث فيها عن كل ما حدث على أرض العراق منذ سنة ستة وخمسين في تأسيس التلفزيون العراقي في بغداد الكتاب الإعلام المرئي والمسموع والمقرؤ في محافظة تنينوى ثاني أكبر محافظة هذا موضوع مهم جدا وكبير جدا لكن اللي يهمنا هو توثيق اليوم محتاجين مثل ما كنا الرياضة في أسبوع وثقناها للكبير الراحل مؤيد البدري وعشر دقائق للإعلامية الكبيرة ستة أمل المدرس دور الكتاب اليوم توثيق هذه الأسماء الكبيرة توثيق البرامج توثيق الأحداث في كتاب يكون هو ربما لطلاب الإعلام مرجع بالرغم من التطور التكنولوجي في نقل الخبر يبقى الإعلام المرئي والمسموع هدفا مهما لإيصال الأخبار والمعلومات للمواطنين بشكل مباشر لبرنامج صباح الخير يا عراق فاتن عبد الرزاق أربيل